أحبة الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة تعليمية جديدة من دروس لغتنا الجميلة للصف الثالث الأساسي مع مهارتي المحادثة والقراءة لدرس المبدعة الصغيرة أحبائي، يتوقع منكم بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكونوا قادرين على التعبير عن لوحة المحادثة تعبيراً شفوياً سليما قراءة الدرس قراءة جهرية سليمة ومعبرة والآن أحبائي، نتأمل لوحة المحادثة ونناقشها معاً ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ نشاهد طفلة ووالد وصحيفة وغرفة جلوس إذن، نشاهد فتاة تتحدث مع والدها ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ نشاهد طلبة ومدربة وأجهزة حاسوب إذن، نشاهد مدربة يدرب فتاة على استخدام برامج الحاسوب ماذا نشاهد في الصورة الثالثة؟ نشاهد معلمة وطالبات وحاسوبة إذن، نشاهد فتاة تعرض للمعلمة وزميلاتها فكرة إنشاء موقع تعليمي خاص بالمدرسة ماذا نشاهد في الصورة الرابعة؟ نشاهد مديرة ومعلمتين وطالبة ودرعا إذن، نشاهد طالبة تحمل درعا تكريما لها على إنجازها والآن، نضع دائرة حول الصورة التي تعبر عن إبداع الإنسان شجرة سيارة هاتف شمس سيارة هاتف والآن، هيا نقرأ الدرس المبدعة الصغيرة عارين طالبة مشتهدة تتابع واجباتها المدرسية كل يوم ثم تقضي وقتاً مع الحاسوب تزور المواقع التعليمية والترفيهية عارين تحب الحاسوب وصممت أن تتميز في مجاله طلبت عارين من والدها أن يلحقها بدورة متقدمة في الحاسوب وفق الوالد على أن لا يؤثر ذلك سلباً على دراستها وفي الدورة أبدت عارين مهارة فائقة في برامج الإنترنت سألها المدرب لماذا تتعلمين الحاسوب يا عارين؟ أجابت عارين أريد أن أتميز في مجال البرمجيات وأكون مبدعة أنهت عارين الدورة وعرضت على معلمة الحاسوب فكرة إنشاء موقع تعليمي خاص بالمدرسة شجعتها المعلمة وبعد فترة وجيزة تم إطلاق موقع المدرسة التعليمي سرت الطالبات بالموقع إنساعدهن في تعلم الدروس وأطلقت الطالبات على عارين لقب المبدعة الصغيرة وكرمت المدرسة عارين على هذا الإنجاز أحبتي، ننتقل لقراءة الفقرة الأولى من الدرس ونناقشها عارين طالبة مجتهدة تتابع واجباتها المدرسية كل يوم ثم تقضي وقتاً مع الحاسوب تزور المواقع التعليمية والترفيهية عارين تحب الحاسوب وصممت أن تتميز في مجاله ما هذه الكلمة؟ مجتهدة ما معناها؟ مجتهدة مجدة ما هذه الكلمة؟ صممت ما معناها؟ صممت قررت ماذا تفعل عارين على الحاسوب؟ تزور المواقع التعليمية والترفيهية ماذا تحب عارين؟ عارين تحب الحاسوب ما الفكرة الرئيسة من الفقرة؟ حب عارين للحاسوب أحبائي، نستخرج من الفقرة ما يأتي كلمات تبدأ باللام القمرية المدرسية الحاسوب المواقع كلمات تنتهي بالتاء المربوطة مجتهدة التعليمية الترفيهية والآن أحبائي، ننتقل إلى قراءة الفقرة الثانية من الدرس ونناقشها طلبت عارين من والدها أن يلحقها بدورة متقدمة في الحاسوب وفق الوالد على أن لا يؤثر ذلك سلباً على دراستها وفي الدورة أبدت عارين مهارة فائقة في برامج الإنترنت سألها المدرب، لما تتعلمين الحاسوب يا عارين؟ أجابت عارين، أريد أن أتميز في مجال البرمجيات وأكون مبدعة ما هذه الكلمة؟ أبدت، ما معناها؟ أبدت، أظهرت ما هذه الكلمة؟ فائقة، ما معناها؟ فائقة، مهارة عالية ماذا طلبت عارين من والدها؟ طلبت عارين من والدها أن يلحقها بدورة متقدمة في الحاسوب ماذا سأل المدرب عارين؟ سألها المدرب، لما تتعلمين الحاسوب؟ ماذا أجابت عارين؟ أجابت عارين، أريد أن أتميز في مجال البرمجيات وأكون مبدعة ما الفكرة الرئيسة من الفقرة؟ التحاق عارين بدورة متقدمة في الحاسوب ومهارتها الفائقة في برامج الإنترنت أحبائي، نستخرج من الفقرة ما يأتي؟ كلمات تنتهي بتنوين الفتح سلبا، مهارة، فائقة والآن ننتقل إلى قراءة الفقرة الثالثة من الدرس ونناقشها أنهت عارين الدورة، وعرضت على معلمة الحاسوب فكرة إنشاء موقع تعليمي خاص بالمدرسة شجعتها المعلمة، وبعد فترة وجيزة تم إطلاق موقع المدرسة التعليمي سرت الطالبات بالموقع، إنساعدهن في تعلم الدروس وأطلقت الطالبات على عارين لقب المبدعة الصغيرة وكرمت المدرسة عارين على هذا الإنجاز ما هذه الكلمة؟ وجيزة، ما معناها؟ وجيزة قصيرة ما هذه الكلمة؟ سرتي، ما معناها؟ سرات، فرحت ماذا عرضت عارين على معلمة الحاسوب؟ عرضت على معلمة الحاسوب فكرة إنشاء موقع تعليمي خاص بالمدرسة بماذا لقبت عارين؟ المبدعة الصغيرة ما الفكرة الرئيسة من الفقرة الثالثة؟ إنشاء موقع تعليمي خاص بالمدرسة وتكريم عارين أحبائي، نستخرج من الفقرة ما يأتي كلمتين تدلان على جمع الطالبات الدروس كلمات تنتهي بالتاء المبسوطة أنهت أحبائي، ما الفكرة العامة من الدرس؟ الفكرة العامة، التسجيع على الإبداع والتميز والآن أحبائي، نصل الكلمة بضدها، نقرأ تحب، وجيزة، وافق، خاص، سأل، طويلة، عام، تكره، أجاب، رفض أعزائي، ماذا تناولنا في هذا الدرس؟ تناولنا في هذا الدرس قصة الطفلة عارينة التي صممت على الإبداع في المجال الذي تحبه أحبائي، لنلعب معاً اللعبة الآتية لنشاهد الصور الآتية ونحدد مجال الإبداع فيها في الصورة الأولى، مجال الإبداع هو غزل الصوف في الصورة الثانية، مجال الإبداع هو الطهي في الصورة الثالثة، مجال الإبداع هو الرسم والتلوين أحبائي، ننتقل إلى فقرة تقييم الأداء أضع إشارة صح تحت الشكل الذي يعبر عن أدائي أعبر عن لوحة المحادثة تعبيراً شفوياً سليماً أقرأ الدرس قراءة جهرية سليمة ومعبرة أحبتي، سأكلفكم بالمهمة الآتية نحدد المجالات التي نبدع فيها إلى هنا، ينتهي درسنا إلى لقاء قريب مع السلامة ترجمة نانسي قنقر